اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفية حال هذا المشكلة الذي تعاني من على تطبيقك الخاص تيك توك من خلال الضغط على الضبط والإعدادات هنا ثم بعد ذلك نأتي إلى نافذات الضبط والإعدادات نقوم بالنزول للأسفل نأتي إلى التطبيقات نضغط عليها ثم نأتي إلى نافذات التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيقه هنا التيك توك نقوم بالنزول نضغط على تيك توك ثم بعد ذلك نأتي إلى معلومات التطبيق الخاصة بالتيك توك نقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالضغط على مكان التخزين وبعدها نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسألة بيانات وبعدها نضغط على مسألة تخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل الخاص بك وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على الزر لايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر